كما أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر لم تكن فقط من أجل استرداد أرضنا وإنما كان السلام أيضا نصب أعيننا مضيفا أن مصر لا تخشى لوم تلائم أو مزايدة مزايد وأضف أيضا أن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب كما أثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع مهما كانت التضحيات من أرواح ودماء رجال قواتها المسلحة الذين قدموا بطولات يعجز التاريخ عن حصرها ويقف الجميع أمامها وقفة احترام وتقدير وتبجيل شعب مصر الكريم أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن فقط من أجل استرد أرضنا وإنما كان السلام أيضا نصب أعيننا فالشعوب العريقة ذات التجربة التاريخية الممتدة على مدار الزمن تعرف معنى السلام وتسعى إليه وتدرك جيدا أن السلام يجب أن يستند إلى العدل وتوازن القوة ولا تخشى في الحق لوم تلائم أو مزايدة مزايد وهو ما أدركه شعب مصر العظيم ونفزته قيادتها التاريخية متمثلة في الزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام الذي نتوجه اليوم بتحية إلى روحه وإلى أرواح شهداء مصر الأبطال إن مصر أثبتت في السلام نفس مقدرتها في الحرب ولعل الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن تحدي القتال وفي الحالتين أوضحت مصر أنها عندما تقرر تستطيع اشتركوا في القناة